السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد موضوعنا اليوم يبحث حديثة الإسراء والمعراج من حيث سيورتها في حياة المسلمين ومن حيث المعاني والقيم التي حوتها هذه المعجزة الربانية هذا الموضوع يتحدث عنه الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرحبا بكم ومشاهدين الكرام دكتور جاء مع النبي في عصر الرسالة في بداية عصر الرسالة وخلال سنة مكة والمدينة ويد بكثير من المعجزات فما الغاية من معجزة مثل معجزة الإسراء والمعراج بهذا الحجم الكبير من القدرة الإعجازية الربانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن صحابته الكرام وعن الولماء العاملين والدعاة الصادقين وعننا معهم برحمتك أرحم الراحمين معجزة الإسراء والمعراج معجزة عظيمة هي تعتبر تكريما للبشرية كلها في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعتبر نقلة كبيرة في مراحل الدعوة لا سيما المكية والإسراء والمعراج يجدر بنا قبل أن نقضى غمار هذا المحيط الكبير والذي يسمى الإسراء والمعراج أو معجزة الإسراء والمعراج يجدر بنا أن نبين ما معنى الإسراء وما معنى المعراج الإسراء من السراية أو السراء وهو الذهاب ليلا فيقول سريت أي سرت ليلا أو سرت بالليل في جزء من الليل ويعني هي تستخدم في المعاني أو في الأجساد المهم أنها تستخدم في المعاني فيقول الله تبارك تعالى والليل إذا يسر وتستخدم في الأجساد نقول سرى في جسمه السم وهكذا يعني فهو السير الانتقال في جزء من الليل وفي هذا يقول ربنا جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم في مطلع سورة الإسراء سورة باسمها باسم المعجزة لأنها أمر عظيم وباهر وخارق للعادة قال ربنا تعالى سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه والسميع البصير فالإسراء كانت رحلة أرضية ابتدأت من مكة مكرمة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس في فلسطين وفي هذا يقول رب في صحبة جبريل على البراق والبراق دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يضع رجله عند منتهى طرفه يعني منتهى بصره فلذلك هو سريع خارق في المشي وله سرعة عجيبة جدا لهذا نقول الإسراء هذه الرحلة المباركة الرحلة أن نسميها الرحلة الأرضية ثم هذه هي الإسراء ثم ابتدأت من مسجد بيت المقدس إلى السماوات الأولى رحلة المعراج وهي الرحلة السماوية وفيها يقول ربنا جل جلاله في صدر صورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب خوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى إلى آخر الآيات إلى أن يقول ربنا جل جل لنريه من آياتنا الكبرى فلذلك الحد كأن الله تبارك تعالى يبين المقصد الأسمى من رحلة المعراج ومن رحلة الإسراء كلاهما لنريه من آياتنا الكبرى فالله تبارك وتعالى في هذه الرحلة آنس رسوله صلى الله عليه وسلم وأكرمه وأعزه وشرفه ورفع قدره فوق ما أعطاه من قبل ذلك رفعة يعني خرقت كل النوميس وخرقت كل السنن وخرقت كل العوائد التي اعتادها الناس لذلك تعتبر هذه الحادثة معجزة كبيرة شرف الله عز وجل بها ليس رسوله وحده إنما شرف الإنسانية كلها في شخص النبي عليه الصلاة والسلام هذه بالنسبة لتعريف موجز برحلة الإسراء والمعراج وهي كانت بلا شك بالروح والجسد يقظة ليست مناما كما يعني يدعي بعض الناس ووقعت في قبل الهجرة بسنة وقل سنة ونصف وقل خمس سنوات وقل ثلاث سنوات المهم أنها وقعت بعد رحلة الطائف التي أوذي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاء عظيما وقيل بعد وفاة عمه وبعد وفاة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قيل بعد ثمانية عشر شهرا أيضا من إحدى الروايات تقول بعد البحث بثمانية عشر شهرا نعم هذه رواية لكن الأكثر ما عليه الجمهور أنها كانت بعد محنة الطائف نعم بعد محنة الطائف فأراد الله تبارك وتعالى أن يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على الملكوت الأعلى الذي يخبره عنه أراد أن يريه ذلك بعيني رأسه وأم رأسه حتى تكون الأمور على يعني لكن الحكمة والغاية الأساسية من هذه من هذه الإسراء وهذا العروج إلى السموات السبع وفوق السموات السبع سدرة المنتهى ما الغاية والحكمة الأساسية مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أجد بعدد من المعجزات في ذاك الزمان صحيح هو لعله ما يقوله بعض شيوخنا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يخفف عن نبي صلى الله عليه وسلم وأن يمسح ألمه ودمعه ويقول له إن ضاقت بك الأرض فإن السماوات لا تضيق بك وإن ضاق بك البشر فإن الملائكة في الملأ لعلى ينتظرونك ولنريه من آياتنا الكبرى لكن هذا يمكن أن يكون مثلا سرا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين ربه لماذا تم الإعلان عنها في القرآن يطلأ إلى آخر الزمان أيها الإعلان للتثبيت لتثبيت هذه المعجزة وحتى لا يشكك فيها الناس ومع ذلك شكك الناس فيها ولكن لا نقف عند تشكيكهم نحن مؤمنون بربنا ونصدق الله تبارك تعالى فيما يقول ونرمي كل ما يقوله المغرضون خلف ظهورنا ولذلك يقول ربنا جل جلاله وما جعلنا الرؤية ولعلنا نأتي لهذا إن شاء الله وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما زيدهم إلا طيانا كبيرا كان أيضا من ضمن الأسئلة التي تبحث عن إجابة حتى يتشبع المشاهد بهذه المعاني والدلالات لهذه الحادثة المعجزة العظيمة دكتور محمد يعني مثلا كان ثمت ربما من يقول كان يمكن أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى في الليل وهذا فيه تسرية كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا العروج في رحلة كاملة إلى ما فوق السماء السابعة لقاء الصالحين وفضل على النبيين هو لقاهم في المسجد الأقصى ثم لقاؤهم في أماكنهم ثم لقاء رب العالمين وهو الذي يعني فوق هذا كله لقاء الله تبارك تعالى ولذلك يجدر بنا أن نعرج على القيم الشرعية من هذه الرحلة قبل الحديث عن القيم نعم حادثة الإسراء والمعراج دكتور محمد حوت الكثير من التفاصيل بدءا من حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم والطست المملؤة ذهبا تست الذهب المملؤة حكمة وإيمانا ثم بعد ذلك إلى سدرة المنتهى كثير تخفيف الصلاة قضية تخفيف الصلاة من خمسين إلى خمسة يعني ما المعاني والدلالات التي حوتها هذه التفاصيل وتم حشدها في هذه القصة وهذه المعجزة ما هي اللي ربنا جل جلاله ذكره في مقصد الرحلتين لنريه من آياتنا الكبرى كل هذه آيات آيات كبرى يراها رؤية العين ليس من رأى كمن سمع يعني أنت صحيح نحن يعني أسمعه الله عز وجل نزل عليه بالوحي الصادق بهذه المعاني لكن هناك يعني أن يراها بأم رأسه أمر آخر يعني تثبيت فوق التثبيت وتكريم فوق التكريم وتشريف بعد تشريف كل هذا أمر يعني يتردد صداه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ويزرع في قلبه الأمل ثم إنه صلى الله عليه وسلم يسطر الله تبارك تعالى في قلبه بسطور لا تمحى ولا يغسل بالماء ولا حتى بالدم أنك بأعيننا فلا تخف مهما يعني أحاطت بك القطوب واشتدت بك كيد العدى فأنت بعيننا لا تحزن ولا تخف إنما الأمور عندنا بقدر تمشي لها سنن تجري فاصبر والعاقبة للمتقين هذا ما يعني أراده الله تبارك تعالى أن يطمئن به رسول ثم أراد أن يقول له أيضا إنما ينزل بك ليس معناه أننا تخلينا عنك ولا لغضبنا عليك ولا لعدم رضانا بك ولا منك هذه سنة من سنة الله تبارك تعالى كيف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم هم لا يبتنون كيف يقاس إيمان الناس وهم يقولون أمن إذا لم تكن فتنة ولم يكن ابتلاء ولم يكن اختبار ولذلك كانت هذه فتنة لون من ألوان الاختبار ولذلك أبو بكر لماذا صمي الصديق لأنه قال إن كان قال فقد صدق أو تصدقه في هذا أبو بكر قال أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك يأتي خبر السماء وهذا ملمح آخر ينبغي التوقف عنده دكتور محمد يعني هذه الحادثة لم تكن العقول لتطيقها في ذاك الزمان بل ربما في هذا الزمان مع العلم والتقدم لا يمكن أن يطيقها البشر فما المغزى من إحداث هذه الحادثة وإعلام الناس بها رغم عدم قابلية العقول لتصديقها ما هو اختبار الإيمان القضية ليست عقلية القضية فوق العقل يا أستاذ جهاد وكل المشاهدين معي ينظرون أنا لمشار أن ينتقل في لحظة من الليل من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى أسأل الله تباره وتعالى أن يعجل بفك أسره ثم ينتقل إلى ما هو أبعد من ذلك إلى ما فوق السماوات السبع فهذا فوق طاقات البشر وفوق طاقة العقل أن يتصور حتى مجرد التصور ولذلك أنا أشك وهل المطلوب من الإنسان في الإسلام أن يؤمن بما لا يحتمله عقله أيها نعم ولذلك ما هي القضية الإيمانية قالت الله تبارك وتعالى ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هذه قضية موجبة كلية ربانية إحنا نزلنا عليكم كتابا لا ريب في إيه رأيكم طيب هتعملوا إيه لما نقول لكم أن في حاجات فوق إدراكات العقل وفوق قدرات البشر نخبركم إنها حدثت ولذلك هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أمن بوجود الله فأخبرنا عن الجنة والنار أمن بها وبوجودها فأين يكمن الإيمان بما فوق العقل لا لا من لوازم الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بالغيب ولو كان فوق طاقات العقل وفوق إدراكاته فالله تبارك وتعالى لا يدرك بالعقل ولا يدرك بالبصر ولا يدرك بالحس ولا يدرك بشيء إنما الله تبارك وتعالى أخبرنا في قرآنه عن ذاته الكريمة وعن جلاله وجماله وكبريائه ونحن آمنا بهذا الإله على هذا النحن دون أن نراه بالبصر إنما نرى صحيح نرى آياته الكبرى في الكون ولكن الكفار يرونها معنا ومع ذلك كفروا نعم حتى نعود إلى الإسرائي والمعراج ما القيم الدينية الشرعية التي انطبط عليها هذه الحادثة الكبيرة في حياة المسلمين وفي حياة البشرية نعم أعظم قيمة أو أول يعني فوق ما ذكرناه من هذا طبيعة العلاقة بين النبيين طبيعة العلاقة بين النبيين هي علاقة الأخوة والمحبة والتكامل ليست علاقة العداء وليست علاقة التناقض والتنافس لا ليس تنافسا ولذلك مما يذكر هنا أن كما رواه البزار والتبران وغيرهما فإسناده صحيح أن موسى صلى الله عليه وسلم وله أصل في صحيح مسلم أن موسى صلى الله عليه وسلم لما نقيه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في السماء قال الله لموسى يا رب هذا هو الفتى الأمي الذي فضلته علي وجعلت أمته خيرا من أمتي وهم أكثر دخولا من الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه اندهش فقال يا جبريل موسى من يخاطب قال يا محمد إنه يخاطب ربه فقال بهذا قال نعم يا محمد إن الله تبارك وتعالى ركب في موسى حدة وقبلها منه فعايز جبريل يقول له أوعى تعمل كذا موسى حاجة خاصة ربنا ركب فيه الحدة دهيا وقبلها منه بهذا ليه؟ لأن موسى هي قابل فرعون في حكمة الحكمة هناك إنه هي قابل فرعون ما بفعش يبقى خايف ما بفعش يرتجف ما بفعش يبقى متردد لازم أبو الشجاع وشجاعته فوق شجاعة الناس الشجاعة المعتادة فوقها فلذلك هو يخاطب الله من قبل لو أن رجلاً عادياً خاطبه الله على طول ووجد الجبل يندك ماذا سيزوب ولذلك بهذه الصورة كان موسى هذه القيمة الأولى القيمة الأولى العلاقة بين النبيين بيان طبيعة العلاقة بين النبيين وأنها علاقة التكامل والأخوة وليست التنافس ولا الحسد قال الله تورك تعالى في القرآن وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَةَ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سيلقى كل الأنبياء إنما المقصود موسى خاص ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وَلَقَدْ رَأَيْتُ مُوسَى فِعِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ قَائِمًا فِي قَبْرِهِ يُصَلِّي نعم واخد بال حضرتك معنا وقتا وأستفيد في أكمل في هذه القيمة نريد أن نعرج على القيم الأخرى الدينية الشرية بيانها بشيء من الوضوح تمام البيان أن أهل الكتاب لهم أيضا مزية في الإسلام مزيتهم في الإسلام أن من آمن منهم بموسى ومن آمن بعيسى إيمانا صحيحا شرعيا وآمن بمحمد فله أجران فله أجران وفي هذا يقول الله تبارك تعالى وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا أمن به إنه الحق من ربنا إن كل من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة فأراد الله عز وجل أن يعطي هذا لكل النبيين لأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي وآمنوا به صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث فأعطوا هذه المزية ثم خاطب الله عز وجل أهل الإيمان من أهل الكتابين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يا من آمنتم من أهل الكتاب بأنبيائكم اتقوا الله وآمنوا برسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بيه وبما أرسلت به فله أجران ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فعلمها فأحسن تأديبها وأحسن تعليمها ثم أعتقى فتزوجها فله أجران والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق سيدي فله أجران كذلك نرى أنه من القيم في هذا المجال أن ثبوت معجزة الإسراء والمعراج ثبوتا بالقرآن والسنة والإجماع إجماع الناس إجماع العلماء إجماع طوائف الأمة في كل عصر وفي كل مصر ولذلك لا يصح إنكارها ولا يصح كذلك تشري بعض الأشياء في السماوات مثل الحجامة والصلاة سبحان الله إيش اللي جاء بالحجامة للصلاة الأمر الطبي التداوي إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود عند الترميلي وابن ماجة بإسناد صحيح قال ما مررت على ملئ من الملائكة إلا قالوا يا محمد سلموا عليهم وقالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة الدلالة هنا دلالة التداوي دلالة التداوي ثم تشريع الصلاة في السماوات العولى وخمسين صلاة كما يعني في صحيح مسلم ثم تخفيضها إلى خمس إلى خمس ولقاء موسى وماذا فعل الله بك يا محمد قال فرض علي خمسين قال خمسين صلاة في اليوم والليلة قال نعم قال هذا كثير جدا يا محمد من يقوى على هذا الخطاب إلا موسى صلى الله عليه وسلم طب أعمل إيه يا موسى قال أنا لي خبرة قبلك أمتك لانت طيقة هذا كثير أنا كان عندي صلاة بس بني إسرائيل ما كانش بيأدوهم ولذلك هذا من استجابة لذوي الخبرات يعني عند خبرة في هذا المجال ليس حرجا علي ولا ينقص خيمتي ولا قدري أن أستمع إليك وأن أصغي إليك بصورة المتعلم المستجيب فقال عد إلى ربك يا محمد واسأله التخفيف فالنبي عليه الصلاة والسلام ظل تردد بين رب العالمين وبين موسى حتى يعني خفضت إلى خمس قال له أرضهم خمس كتير قال له لا أنا أستحي من ربي يا موسى أكثر من هذا لا أستطيع فنودي صلى الله عليه وسلم هي خمس في العمل وخمسون في الأجل فالعلمة وقفوا هنا عند التردد عند موسى قالوا إن موسى طلب رؤية الله تبارك وتعالى فيعني لم يعطها فأراد أن يرى أنوار الله تبارك وتعالى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبركات الله عليه وسلم لسه جاي أمور جديدة حديثة فأراد موسى أن يستمتع بهذا ثم أيضا أن يعني يستفيد منه محمد صلى الله عليه وسلم ومن خبراتي في هذا المجال أيضا القيمة المهمة هنا أستاذ جهاد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو واء الوريث الشرعي لكل الأنبياء ولهذا جمعهم الله له في الأرض وجمعهم له في السماء جمعهم له في الأرض فأمهم وصل بهم إماما هذا إعلان إعلان في الأرض وإعلان للأنبياء بانتقال كلمة السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من مهمات وعظائم الإسراء ثم هذا الانتقال أشهد عليه الملو نعلى أيضا حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في السماء يمر على فلان والتانية فلان والثالث والسبب إبراهيم وعيسى وموسى وأد ويعلنون ولاءهم له صلى الله عليه وسلم ويعلنون محبتهم له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح هذا الأنبياء مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح هذا من آدم إذن فهذا إعلان لهذه الوراثة ثم إعلان حتى للمقدسات ولراية التوحيد التي انتقلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطبيعة وفضلناهم على العالمين هذا لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة في الأرض في ذلك الوقت هذه الراية انتقلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته لأن بني إسرائيل حرفوا وخانوا وبدلوا سواء في اليهود أو النصارى إلا قليل منهم لكن الغالب عليهم أنهم حرفوا الوحي وحرفوا الرسالة ولم يصونوا شريعة الله تبارك تعالى فلذلك انتقلت الوراء الترك منهم إلى الوريث الشرعي صلى الله عليه وسلم لكن ذكر الحادثة الإسراء والمعراج في سياق الحال التي كان عليها المسلمون كانوا في حالة استضعاف لم تكن لهم كلمة وكانوا يسامون سوء العذاب والهوان على يد مشركي قريش نريد أن نبحث قضية التشابه في الحال بين المسلمين في ذلك الوقت والمسلمين في الوقت الرهن ولكن بعد الفاصل نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نكمل الحديث بعد العودة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر أسعدكم الله ومشاهدين الفضيلين ما زلنا في الحديث عن الإسراء والمعراج في حياة الأمة الإسلامية والحديث دائما مع دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أجدد الترحيب بكم دكتور ذكرنا قبل الفاصل حالة التشابه الممكنة ما مدى وجود تشابه في الحال بين المسلمين في العصر والعهد المكي عندما كانوا مستضعفين يسامون سوء العذاب كلمتهم لم تكن مرفوعة شبه سرية دعوتهم وحال المسلمين الآن أي كلمة أو أي موقف حقيقي يوصم المسلم بالإرهاب ويلصق الإرهاب بالمسلمين ثم بعد ذلك الأمم كلها تجتمع يكاد يكون الموقف على المسلمين فهل ثم تتشابههم بين الحالين في ذلك الزمان وهذا الزمان من قضية انطلاقا من قضية الإسراء والمعراج انطلاقا من قضية الإسراء والمعراج دعني أؤكد مسألة نحن أشرنا إليها أن أهل الكتابين أكرمهم الله بأن من أمن بنبيه وأمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أخذ أجرين دعني أؤكد أيضا أن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين كافر لهذا السبب وليس لأنه يقول إن عيسى بن الله أو أن الله ثالثة لا وهذه قضية خطيرة جدا ومهمة جدا أن كفر اليهود والنصارى ليس بسبب تحريفهم للكتاب هذا بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو سبب كفرهم أما بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام عدم الإيمان به نعم سبب كفرهم هو عدم حتى ولو قال أحدهم إن عيسى رسول الله ولكن لم يؤمن بمحمد فهو كافر قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتذوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من اليهود والنصارى ثم لم يؤمن بي إلا كان من آل النار فكفرهم ليس هو التفليث وإنما حديثنا عن الحديث عن الإسرائي والمعارض نربط بين القضية قضية التكريم بإعطائهم أجرين وقضية سبب الكفر الآن أما مسألة التشابه بين حال المسلمين اليوم وحال المسلمين في مكة لا أنا لا أرى تشابه وقها للشبه إلا في مسألة فساد الاعتقاد ليس فساد الاعتقاد عند المسلمين الأوائل لا فساد الاعتقاد عند المسلمين اليوم في أكثر أحوالهم هذا ليس تشابه أن لم يكن عندهم فساد الاعتقاد صحيح وإنما الاستضعاف المسلمون كانوا مستضعفين فقدم الله لهم هذه المعجزة لكي مثلا يقول أنهم في عناية الله في رعاية الله تحت عين الله وهم مكانهم في الأعلى مثلا في السماوات هل ثمت يمكن إسقاط هذا الواقع؟ نحن لسنا مستضعفون نحن لسنا مستضعفين وإنما؟ إنما نحن أريد لنا هذا فإنما في الحقيقة لسنا مستضعفين ما الفرق؟ الأمور أنك أنت يبقى معاك الماء وأنا أحرمك منه استضعاف في نهاية المطقة؟ لا الأول أنا لا أجد الماء يعني بغض النظر عن التوصيف ولكن النتيجة واحدة استضعاف أليس كذلك؟ لا بلى لا ليس كذلك لو توضح لنا يعني لأن مرحلة استضعاف دي انتهت مرحلة استضعاف دي هذه انتهت إما أن مرحلة مكة انتهت خلاص بتشريع الجهاد فنسخت بتشريع الجهاد وإلا سنعود إليها يبقى ما فيه الصلاة يبقى ما فيه الزكاة يبقى ما فيه حجاب يبقى يبقى التشريعات التي أسست في المدينة بعد الهجرة هنعمل بها ولا هنعمل كما كان الناس يعملون في مكة لا إنما بعد تشريع الجهاد انتهت مرحلة الاستضعاف مكانها مرحلة الاعداد اللي في قول الله تبارك وتعالى وأعدوا وأعدوا فنحن الآن في مرحلة الاعداد والله تبارك وتعالى نصر المسلمين في مكة لأنهم فعلوا أخذوا بأسباب النصر فيها أو بمعنى أصح أمدهم بمدده المتصور في مثل هذه الإسراء والمعراج لأنهم أخذوا بأسبابه أسباب أمرين الثبات والصبر اللي ربنا أمرهم به الثبات والصبر وأمروا بهذا بكف اليد والصبر والثبات نحن بعد الهجرة شرع الله الجهاد وأمرنا بحكتين الاعداد والجهاد فنحن في مرحلة الاعداد يمدنا الله أيضا بنصره إنما من غير الاعداد افضل إذعي ربنا اليوم اليدامة لن يستجيب نعم لكن دكتور محمد إنما أردت الإشارة إلى أنه في حالة هذه التشابه وأعرف أنك لا تقر هذا التشابه حادثة الإسراء والمعراج الآن ألا تضفي قيمة فائدة معنوية ونفسية على المسلمين حينما كانوا مستضعفين فجاءهم هذا الإعجاز الرباني ليريهم من آياته ولكي يقول لهم إنهم في عين الله ألا يمكن الإفادة معنويا ونفسيا من هذه الحادثة في مرحلة التأخر عن الاعداد أو الاستضعاف أي أن تكون التسمية حاليا راهنا لا لماذا نعم لماذا لا أنا قلت جاءهم المدد هذا ليذهب من قلوبهم اليأس وليبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمتي أنهم بعين الله ويجدد عندهم الأمل والعزب على المضي في سبيل الدعوة لأنهم أخذوا بشرع الله في ذلك الوقت الذي هو كف اليد والثبات والصبر نعم فهذا هو شريعة الله في ذلك الوقت نعم خذوا بها سيأتيكم المدد إنما نحن عادين كيف يأتي المدد ولذلك قعدنا عن شريعة الله فلم نأخذ بها فلن يأتي المدد قال الله تبار ولذلك تخلفت عنا سنة الله عز وجل الواردة في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين لكن أريد استضاحة هذه الجزئية منك يعني كيف يمكن أن يكون المسلمون قعدوا عن شريعة الله وهم يعدون ويأخذون بالأسباب لكن يحال بينهم وبين شريعتهم فين بس يحصل بهذه اللي بيحصل لا يمكن بيحصل في الحالة هذه الضحكة تخفي معاني وراءها دكتور فين بس فين تأني مثلا الله مستعان طيب لو تجاوزت هذه النقطة التي يبدو أنها تثير حساسية عندك كيف ينبغي للمسلمين عموم المسلمين مخب وعلماء ومثقفين وحتى عوام المسلمين كيف ينبغي لهم شرعا استقبال هذه الذكرى في وقتنا الراهن أي نعم لا بد أن يحسن المسلمون استقبال ذكرياتهم فيستخضروا تاريخ الدعوة وتاريخ الداعي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف صبروا على البلاء وكيف تحم وثبتوا في مواجهة الباطل بما أمدهم الله عز وجل به من مدد وبما شرع لهم من شرائع وبما سن لهم من قوانين وسنن في مناسبة لوقتهم وزمانهم ولذلك لا بد للمسلمين أن يتأهبوا لهذا وأن يستعدوا لهم من الذكريات أو من المعجزات أو من تاريخ ومراحل الدعوة ليعلموا أن يد الله معهم وأن مدده معهم وأن نصره معهم إن تنصروا الله ينصركم فنحن لم ننصر رب العالمين تبارك تعالى وحد يقول لك وربنا محتاج نصرنا لكن أنت تتحدث عن كيفية استقبال المسلمين لهذه المناسبة من حيث حالهم لكن ماذا عن الاستقبال القلبي أنا أستقبل هذه المعجزات وهذه المراحل وأنا رجل غشاش لم يتغير فيه شيء وهي امرأة متبرجة لم يتغير فيها شيء وهو رجل غافل لم يتغير فيه شيء فما هو وجه الاستقبال الحقيقي إذن يعني وجه الاستقبال الحقيقي صحيح جميل أن يجتمع المسلمون وأن يتذكروا هذه الأحداث وأن يستنتقوا منها الدروس والعبر لكن ليعيشوها ليحيوها لتتحول الحروف إلى إلى رموز تدب فيها الروح وتتحرك على الأرض ويراها الناس يعني أنموذجاً حياً واقعاً في حياة الناس كيف يكون ذلك؟ ومن الذي يقف وراء هذه المهمة؟ صحيح هذا سؤال وجه جداً على كل مسلم أولاً بنفسه أن يصنع هذا أن يخلق في نفسه قرآن يتحرق على الأرض بأن يخلق في نفسه طارقة هائلة من الإيمان ومن التقوى تري غيره شريعة الله في خلقه وفي عقيدته وفي عبادته وفي تعاملاته وفي سلوكه وفي يقضته وفي منامه وفي حركته وفي سكناته ثم على الأمة كلها أن تكون مصرة على هذا وأن تستصحب الوحي معها في العلو والنزول والليل والنهار والسلم والحرب والجوع والشبع والفقر والغنى عليها أن تكون عازمة على هذا وإلا والله فإن الله تبارك وتعالى يعني أنذر المسلمين ببلاءين البلاء الأول العذاب وهذا هو التيه والتشرد والتشرزم والتمزق الذي يعيش فيه المسلمين المسلمون الآن ما هو إلا أنموذج صغير جدا من العذاب قال تبارك وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما هذا هو فإن لم يلتزم المسلمون بشريعة الله أصابهم هذا العذاب ثم السنة الثانية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم يا أيها الذين آملوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فهذه السنن الإلهية الثابتة الراسخة الله لا يجامل فيها أحدا ولا يحاب فيها أحدا ولا يجامل أقواما ولا حضارات ولا جيلا ولا لا 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 سنن الله ماضية في الخلق ولذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في معركة الجمل قال لولده الحسن يا حسن الله لن تنتهي هذه الأزمان حتى يأخذ الله حقه من الناس فهذا حق الله نعم فضيلة الشيخ لكن عندما تذكر أنه ينبغي على كل مسلم أن يقوم بذلك كيف ينبغي المسلم أن يقوم بذلك في ظل غياب المرجعيات الروابط مفاصل القوة الشرعية والروحية لدى المسلمين الآن إذا كان كثير من العلماء ينظر مثلا لحاكم مستبد أو ينظر حتى لحاكم غير مسلم في الأساس فأن للمسلم العادي أن يرى البوصلة منطلقا من مثل هذه المعجزات هذه الأحداث الكبرى في حياة المسلمين منطلقا منها في تصحيح نفسه وذاته هو أولا عن المسلم في الحقيقة أن يصحح تصوراته عن دينه وأن يقومها لأن المسلمين أصابهم خالى الكبير في المراحل هذه في التصور الإسلامي في الاعتقاد وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي العبادات فعليه أولا أن يصحح هذا التصور تقول لي منين يصححه أنا مش هعرف إنما أنا لو قلت له أنت مطالب إنك أنت تحسن حياة أولادك سيحفر في الجبال بأظافره حتى يحقق هذا الهدف فآخرته أولى بهذا آخرته أولى من دنيا فلذلك نقول له لا بد أن تصحح التصور الإسلامي في رأسك أولا ثانيا لا بد أن يكون لك عمل وفق هذا التصور حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده كما قال ربنا جل جلاله حتى قوم يحبه ما يحبونه أعزة ذلة على المؤمنين أعزة يجاهدون ولا يخافون أن في الله لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء فعصى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فإما أن يأتي الله بالفتح فتكون أنت من جنوده أو أمر من عنده فتكون من من لا يعني يأخذهم السيل ويقتلهم الخسف هذه الواجبات وهذه المطلوبات التي تحدثت عنها دكتور هل هناك ربما يعني حسب ما فهمت من كلامك أن المسلمين الآن لا يطبقونها أو لا يقومون بها حق الإقامة لكن هل ما مدى امتلاك المسلمين نخبا وعوام هذا الوعي بضرورة القيام بهذه الواجبات ما نقول إذا لم يقوموا ينتظر الأمرين هل هناك وعي أقصد أن هناك وعي لدى المسلمين بأنه ينبغي أن يقوموا بذلك نعم يجب أن يقوموا بهذا يجب أن يقوموا أولا بتصحيح التصورات وثانيا العمل على وفق هذا التصور الصحيح الذي صحح وفق القرآن والسنة وفق قول الله عز وجل قول رسوله ودع عنك تصورات الناس ففيها باطل كثير إما أن نحسن هذا وإما أن ننتظر ما أوعى الله لكن الإسلام الآن ضائع بين تصورات كثيرة لا الإسلام ليس ضائعا منذ القرآن والسنة موجودة ليس ضائعا المعنى المجازي أن الإسلام الحقيقي ضائع بين تصورات كثير من العلماء والفرق والتيارات فأن للمسلم العادي أن يصحح مفاهيمه وتصوراته في ظل عالم منقسما عن نفسه أفقيا وعموديا والله إذا لم يستطح ستمضي فيه سنة الله عليه أن يبحث يعني هل غاية الله تعذيب الناس؟ هل غاية الله تعذيب المسلمين؟ لا بالعكس لا يعني انتفت أسباب تصحيح يا أيها الناس قد جاءكم برهان قد جاءك البرهان من الله فلم يعد لك عذر وليس لأحد على الله حج بعد هذا البيان ولذلك أنا قلت مرانا وتكرانا الفلاح بيعرف يبيع ويشتري جموسة ويشتري أرضه ويشتري غيطه ويشتري أرضه ويشتري عقارات مش عارف دينه؟ مش عارف يبحث عن دينه؟ ما هو خرج من بطن أمه لا تعلمون شيئا لماذا تعلم هذه الأشياء؟ آه نعم لأن فيها حياته طيب دينه الذي فيه حياته وأقراه سيظل إلى متى جاهلاً به إلى متى؟ فلذلك لا بد ولا يصح يعني لا بد أن يصحح أربعة أشياء الاعتقاد والتصور فيه العبادات والتصور يا أستاذ جهد العبادات اللي هي الصلاة الصلاة التصور فيها فزدان حتى عند كثير من المشايف حتى عند كثير من المشايف يعني وأقيموا الصلاة يا ربنا ما ألش أبداً وأدوا الصلاة نسمع الناس يقولون مدام أنت تصليب أنت أقمت الصلاة لا أداء الصلاة ليس هو إقامة الصلاة فلا بد من أن نصحح تصوراتنا عن دين الله نعم دكتور يعني لا شك أن في الأزمنة والعصور والعهود الإسلامية مر المسلمون بمرحلة ضعف انحسر فيها أثرهم المعنوي والعقدي والحضاري على البشرية كيف تعامل المسلمون قبل ذلك في عصر الصحابة والتابعين في الفترة الذهبية للإسلام كيف تعامل المسلمون مع حادثة الإسراء والمعراج هذه الحادثة التي ينبغي أن تهز كيان أي إنسان يعرف تفاصيلها ويعرف حقيقتها كيف تعامل السابقون معهم؟ السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يعني يفهمون قضيتهم بفضل الله ربنا أفهمهم القضية فعاشوا لها وعاشوا بها وماتوا عليها رضي الله تعالى عنهم وتقبل الله منهم ولذلك ورثون هذه الرسالة مباركة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جئتكم بها بيضاء نقية فكان سعد بن أبي وقص مثلا يقول كنا نعلم أولادنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته كما نعلمهم السورة من القرآن وابن عباس يقول وكان يعلمنا التحيات كما يعلمنا السورة من القرآن يعني نحن نستخف بهذه الأشياء أقول إيش التحيات دي يا أخي يا أخي لا تستخف بشعير من شعائر دينك متى سستخف بهذه وبهذه وبهذه إذن ما الذي يبقى لك فلذلك كان السرف رضي الله عنهم يعلمون أولادهم هذه تاريخ الرسالة وتاريخ والإسراء والمعراج حدث كبير وضخم ومرحلة كبيرة جدا فصلت بين المسلمين فصلت ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث بها في صبيحتها قال كما في مسند أحمد وابن أبي شيبة وغير بإسند صحيح قال فصبحت وأنا حزين في البيت في البيت الحرام يعني ماذا أقول للناس سيكلبونني فتخيل أول وجه يقابل رسول الله من؟ وجه أبي جاه فقال فجلس بجواري وقال كالمستهزئ إيش اللي عندك جديد يا محمد إيش الجديد اللي عندك اليوم قال قد أسري أبي الليلة قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس قال وعدت قال لا إنما أعرج بي إلى السماوات الساب إنه يريد أن يجننه فوعدت قال نعم قال يعني إيه نحن رحلة نضرب لها أكمد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا تقطعها أنت في جزء من الليل ولذلك ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده يا ناس أنتم استغربين ليه هو محمد قال أنا سريت قال أنا أسري بي إذن الفاعل هو الله ولذلك ربنا يقدم بالتسبيح لنفسه وتنزيه ذاته جل جلاله سبحانه وتعالى وبعدين أنتم برضه وتستغربوش الحكاة ما ربنا إدى منها جزء للمسيح الدجال وللمسيح إيسى صلى الله عليه وسلم ما نستغربين أمام محمد صلى الله عليه وسلم اللي مده لهم شواء اللي إعراج فلذلك قال له طيب طيب أنا سأجمع لك الناس تخبرهم بما أخبرتني به قال له نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا مشغولا بمسألة جمع الناس كيف يجمعهم وكيف يبلغهم هذه الرسالة لأنه مطالب أن يبلغوا أن يقول لهم أنا حصلت معي كيت وكيت وكيت ورأيت كذا وكذا وكذا فقال أجمع لك الناس قال نعم اجمع الناس قال يا بني فلان واجتمع الناس وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى وأدلهم على الجمل الذي ضل من قافلتهم قالوا له طيب يا محمد إنعت لنا المسجد الأقصى صفوا لنا هذا فعلا سؤال شيطاني لأننا إذا دخلت عندك السوديو هذا يا أستاذ جهاد في لحظة من اللحظات فيها استقبال وفيها احتفال بعد ما أطلع واحد يجي يقول لي في الستوديو في كم في كم كرسي وكم في كم شاشة وكم في كم ألم وكم في مشا أنا ما عرفش نعم ما عرفش ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فكربت يعني أصابني كرب أنا رايح أصلي بالناس ورايح للإحتفال الكبير ده ولا رايح أشوف المسجد الأقصى في كم شباك وفي كم باب وفي كم لمبة وفي كم مكفل فكشف أمانه نعم فكشف لو صلى الله عليه وسلم فجلي كما في الصحيحين وفي رواية في غير الصحيحين فأتي بالمسجد الأقصى فكان دون دار عقيل فوضع أمامه صلى الله عليه وسلم وراح ينعته فحتى قالوا أمنعت فقد صدقت الحدث الكبير من هذا الذي يستفيد المسلمون أيضا حدث ما شطط بنت فرعون يربط الزمان كله ببعضه ببعض في هذا الحدث لما النبي عليه الصلاة والسلام مشى وهو ماشي في رحلة الإسراء يشم هذه الرائحة الطيبة فيحكي له جبريل إنها ما شطط بنت فرعون كما في حديث ابن عباس هذا الأثر الذي أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم في إسنادة الصحيح ويقول إن ما شطط بنت فرعون وقع منها المشت فقالت بسم الله قالت البنت ألك ربا غير تقصدين أبي قالت لا ألك ربا قالت نعم هو الله رب العالمين ربي ورب أبيك فسأذكر ذلك ليب اذكري نعم يعني هذا في هذا السياق يعني أتلنا على ختام الحلقة بنصف دقيقة من فضلك يعني هل تدبر معاني حدثة الإسراء والمعراج انتهى بانتهاء زمانها أم أنه حتى أخر الزمان؟ نذكر منها أحداث مهمة جدا يكفينا في رحلة الإسراء والمعراج أن نصحح من تصوراتنا وأن نطرد الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم كيفما تكون يولى عليكم هذا منكر وكذب وافتراء النبي عليه الصلاة والسلام قال فعرض علي وعرض هذا الموقف قبل المعراج وفي المعراج يعني بعد اندهاية الصلاة أعطي كأس لبن وكأس خم وفي رواية ماء وعسل قال النبي فأخذت اللبن قال هديت إلى الفطرة ولولا هذا لغوت أمتك فالناس على دين الملوك أشكرك جدا معذرة أدركنا الوقت أشكرك جدا دكتور محمد في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر شكر الله لكم حسن المتابعة في حراسة الله اشتركوا في القناة